هيئة الطرق والنقل البري حضرت في جلسة اليوم ضمن بند الإحالات تشابك الاختصاصات بينها وبين وزارة الأشغال طرحت تساؤلات النيابية حول الجدوى من بقائها لا يوجد أن نتخذ القرار بإلغاء هيئة أو الإبقاء عليها لا نسمع من الحكومة ما هي الأسباب التي جعلت هذه الهيئة لا تقوم في مهامها ولا تقوم في أدوارها ولا حتى الجهات المعنية في الوزارات الأخرى أنها تنضم لهذه الهيئة قانون منتوا تبقينها منتوا قادرين تبقونها لو أنتوا قادرين تنزين ما عندنا مانع بس منتوا قادرين كل الوزارة رافضين لإداراتهم يحاولونها وبالتالي هنا ما يستقيم الواضع نحن هنا بوبر بيسا هذا قوانين وهذا تستور يفترض أن يحترم تلين نظرة طموحية بأن هذه الهيئات تعمل بجدية وتخفف العبع الوزارات ولكن للأسف لحياة المنتنادي أكثر الهيئات أي وزير جديد يجي قاعد يحاربها أي وزير يجي يحاول أن يخلي هذه الهيئة فاشلة أنا ما أتكلم عن هيئة الطرق أتكلم عن أكثر الهيئات للأسف ميزانياتها واقفة الموظفين اللي فيها مو قاعدين يشتغلون عدل اليوم مدير ثاني يوم تلقى موظف عادي ينزلونه ثالث يوم تلقى يقدم استقالته يروح يشوف له وظيفة ثانية وزير الأشغال العامة قال إن مقترح قدم من بعض أعضاء المجلس لإلغاء الهيئة مؤكدا أنه نقل وجهة النظر النيابية إلى مجلس الوزراء للبت فيها هناك مقترح من بعض الأعضاء بإلغاء الهيئة نقلت وجهة النظر هذه إلى مجلس الوزراء ومن ثم مجلس الوزراء حال هذه التوصيات إلى لجنة اللجنة الإقتصادية الآن تحت الدراسة باللجنة الإقتصادية إن شاء الله وسوف نوافع المجلس بأسرع وقت بالرد مجلس الوزراء بهذا الخصوص النواب أشاروا إلى عدم الجدية من قبل الجانب الحكومي في حسم ملف الهيئة التي لم تفعل إلى الآن لافتين إلى أن كل من ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين أكدا صعوبة رقابة المبلغ المرسود للهيئة في الميزانية والمقدر بنصف مليار دينار ليبقى قرار إبقائها أو إلغائها مرهونا بدراسات ستقدم للمجلس ليحسم قراره لتلفزيون المجلس أحمد الشمري